مع نهاية طلب الاستئناف للمدرسة الثانويه لعام 2021 بدأ الطلاب واولياء الامور في البحث عن تاريخ نتيجة الاستئناف للمدرسة الاعدادية لعام 2021 لانه في اوراق الاجابة البالغة مليون ورقة وصل عدد المتقدمين المستأنفين الى ما يقرب من 300 الف الطالب في الاسبوع وفي هذا الصدد ووفقا لاعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعرضت اخبار حصريه نتيجة الاستئناف على الثانوية العامة 2021 على النحو التالي تاريخ نتائج الاستئناف على المدرسة الثانوية عام 2021 واوضحت وزارة التربية والتعليم ان نتائج اختبار الاستئناف ستصدر قبل الثالث عشر من سبتمبر من العام المقبل ويتضمن محتوى لاختبار التحقق من نسبة اوراق الاجابة والتأكد من تصحيح جميع الاسئلة وكذلك التأكد من صحة اوراق الاجابة راقب النتائج وطابق ورقة الاجابة بورقة الاختبار وصححها يدويا اذا لزم الامر واوضحت وزارة التربية والتعليم انها ستزود الطلاب بنتائج الاختبار الكترونيا مع توضيح اكتمال ورقة الاختبار ونسبتها ودرجات التي تم الحصول عليها ونسخت الالكترونية من ورقة الاجابة المصححة للتأكد من اكتمال التصحيح لاحظنا ان طلب اعادة الفحص لهذا العام يتم تقديمه مجانا ولا يتقاضى اي رسوم لراحة المرشحين رابط لنتائج التماسات المدارس الثانوية في عام 2021 يمكن لطلاب المدارس الثانوية الذين تقدموا بطلب لاستئناف موضوع واحد او اكثر الحصول على نتائج استئناف المدرسة الثانوية من خلال الرابط هنا صوره ادخال الرقم القومي القومي اكتب البريد الالكتروني ادخل كلمة مرور البريد الالكتروني انقر فوق تسجيل الدخول للحصول على نتيجة الاستئناف في المواد التي تقدمت للحصول عليها مسبقا في العام الدراسي 2021-2022 فتحت وزارة التربية والتعليم الباب امام طلبة الثانوية العامة في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للاستئناف والتفاصيل كالتالي واحد يتم مراجعة المواد التي يتم فحصها باستخدام النظام باكليت بعد دفع رسوم الامتحان لو رقت الامتحان وتكون رسوم الامتحان مئة جنيه مصري يتم سدادها في البنك المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروع التعليمي اثنان بالنسبة للامتحانات التي اجتازت اختبار نظام باب لاشيت يتم تسجيل الاسماء المواد على النموذج المعد من قبل وحدة الدعم المدرسي المتميز مجانا واوضحت وزارة التربية والتعليمي انه سيتم ارسال رابط الاستمار لجميع الطلاب عبر البريد الالكتروني للمدرسة وبعد الامتهاء من اختبار التظلم سيتم اختار الطالب بانتيجة التظلم عبر البريد الالكتروني المسجل لدى